منذ العاصمة النمساوية فيينا ينضم إلينا مراسل القاهرة الإخبارية خالد أبو بكر مباشرة وحيك إذن خالد وأتحدث حول ما يوجد الآن مباشرة على شاشة القاهرة الإخبارية بأن مجلس محافظ الوكالة الدولية تحدث حول كيفية تعزيز الأمان النووي وأيضا الحديد حول إيران وملفها النووي خاصة فكيف يبدو هذا الطرح مواكبا مع الحديد حول محاولة تعزيز الأمان النووي على مستوى العالم خالد أهلا ومرحبا بك حسيني في الحقيقة أن العنوان البرنامج النووي الإيراني الذي هيمن على اجتماعات مجلس محافظ الوكالة الدولية للطاقة الزرية يأتي في إطار العنوان الأكبر وهو الحفاظ على الأمان النووي فالاتهام الأول الذي يوجه إلى الملف الإيراني أنه في حال الخروج عن سلميته سيؤدي إلى إخلال بالأمن والسلم الدوليين فيما يخص ذلك الملف المثير للجدل يبدو أن كل الطرق تؤدي إلى اجتماع المجلس المحافظين في شهر يونيو المقبل فالأطراف جميعها اتفقت على أن تدخل التعهدات الإيرانية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الزرية في المختبر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة هنا الرد الفعل الإيراني خالد في هذا الإطار رد الفعل الإيراني يتحدث عنهم يتجنبون المواجهة مع المعسكر الأوروبي هل هذا الرد الفعل يلقى قبولا من قبل الدول الأوروبية؟ هناك تباين في الموقف الغربي ما بين موقف الدول الأوروبية وعلى وجه الخصوص المجموعة التي تعرف بإيثري المتمثلة في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهذه كانت تأخذ موقفا متشددا يسعى إلى إدانة عدم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الزرية في اجتماعات مجلس المحافظين الحالية يتباين عن ذلك الموقف الأوروبي الموقف الأمريكي الذي لم يبدي شيئا من التشدد المعتاد له حيال هذا الملف ففي الوقت الذي ظهر فيه البيان الأوروبي معلنا مهددا إيران بأبارات صريحة من عينة أنها يجب عليها أن تغتنم الفرصة حتى يونيو المقبل وأن على المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الزرية رفايل جروسي أن يعلن تقاريره المرتبطة بمدى تعاون طهران مع الوكالة على الملأ وأنه في حال عدم تعاونها سيكون هناك إجراءات مغايرة فيما يخص الموقف الأمريكي كان البيانة الذي ألقته من دوبة الولايات المتحدة أمام مجلس المحافظين بنبرة أخف فقالت إن إيران إذا تمت تعاونها مع الوكالة فإن ذلك قد يعطي إشارات إيجابية على المضي قدما في المباحثات هل هذه النقاشات والخلافات التي تحدث ما بين واشنطن والدول الأوروبية حول ملف إيران النووي أيضا ينعكس على الملفات الأخرى وخاصة في ملفات دول كبرى لديها مشاءات نووية أو تحاول أن تتطور في مشاءاتها النووية وبالتالي هنا الحديث حول الأمان النووي حول العالم هو الذي يشغل بال مجلس الوكالة للطاقة الذرية حول العالم نعم هناك فيما يخص الأمان النووي بعيدا عن الملف الإيراني لدينا ملفان أخران الملف الأول وهو الحرب في أوكرانيا وأمان المنشآت النووية الأوكرانية وهو حديث أفرد له رفايل جوروسي مساحة واسعة من الكلمة التي افتتح بها أعمال هذه الدورة من مجلس المحافظين واعتبر أن الوكالة كانت سريعة وناجزة في ردة فعلها حيال التهديدات التي تعرضت لها المحطات النووية الأوكرانية الخمس وأن أطقم الوكالة يتنوبون على دعم السلطات الأوكرانية في تأمين هذه المحطات تجنبا لكارثة نووية في ذلك البلد الذي شهد من قبل تسريب في مفاعل شرنوبل في ثمانينيات القرن الماضي أذن أشكرك على هذه التفاصيل كثيرة أشكرك خالد أبو بكر مراسل قائر الإخبارية كنت معي مباشرة من فيينا